بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بكم في فيديو جديد ان شاء الله تكونوا كامل بخير ونرحب بكامل المشتركات الجديدة معنا اليوم ان شاء الله حنتقاسم معكم وصفة تعبورك وصفة مبدلة على كامل وصفات تعبورك اللي مولفين نديروهم انا هاد الوصفة عندها عوام وننديرها بزاف هيلة دوق ديالو رائع كما قلت لكم مبدل على الوصفات اللي مولفين دونك تبعوا معايا الفيديو حتى الاخير وان شاء الله تتربوا راني متأكدة راح اتعجبكم هاد الطريقة جديدة دونك نبدأ ولا غسات مع بعض والا الحاجة اللولة حبيت نوريكم ديول اللي راح انخدم بيهم دونك هاد الديول كاري ما لا بديش ايدا تعرفوهم من قبل انا اول خطراشتهم شريتهم تناشنال انا يا ان جنرال البوريك نشري له هادوك الديول اللي يخدموهم في الدار مي هاد النوع اللي راح انديره لكم اليوم ماذا بيكم تخدموهم بهاد الديول اللي جو مخدمين كشغل تعلن جستخي اللي جو انبالي ماشي هادوك اللي يخدموهم في الدار يمد نتيجة خير نحلو كل ورقة نفرقوها على بعضهم قبل باش نبداول الخدمة والحشو تاع هاد البوريك هنا وش عنتي عندي اربع حبات بيض مغليين ومسكرفجين ربيتهم في الغاب الكبيرة هنا عندي كمية تعاف خوماج غابي فورماج كيمالين ديرو في البيتزا انا هنا قدرت غريخ وهنا هي عندي طوماتيش انقطعه رقيقة قد ما تقدروا ديروها رقيقة دونك هكا طوماتيش منذيدو الهوالو نقطعوها برك اللي ما يحبوش بزاف طوماتيش يقدروا نحولها القشرة ديالها باش تجيهم خفيفة اكتر المهم لاستيوس هي تنقصو تقطعوها رقيقة بزاف دونك هدو هما تلت مكونات لي فيه وانا يا زيت من عندي بصل مقطع ومعدنوس بسكو نحب البصل اللي ما يحبوش بيانسور ما يديروش دونك كما قدرتكم المكونات الرئيسية هما بيض مغلي فروماج يكونو مرابين وطوماتيش مقطع دونك نشد انبول نخلط فيه البيض المغلي ونقولها داكلو فروماج باش نخدموه على ضربة ونملحو ونديرو فلفل كهل الكامل المكونات وشنو خاصة طوماتيش مدا بيكم تقطعوها وتملحوها على دغنير مينوت كي تكونو رايحين تلويو البورك ديالكم متقطعوهاش من قبل وسختو سختو متملحوهاش من قبل بيش متطلقش الما ديالها بسكو اذا طلقت الما وحطيناها في الديول بينسوك حد شمخهم دونك هدي هي بورك الحاجر يزم تردو بالكم في هاد البورك سينو اللي زيتا بتاعو كامل سهلين وغابيد ديروه تمتم سختو في رمضان هدا يليق بزاف للنساء اللي يخدمو ولا اللي ما تكوش عندها الوقت دونك ديرو تمتم ويكون واجد فوالا هنا كما قلت لكم زيت المعدنوس مع البصل اضافة اللي حبي زيدها سينو البيض والفروماج وطوماتيش يكفو دونك فوالا نبدأو نلويو البورك ديالنا هنا يا انا يا قسمت الحبة الورقة تأديوه لعلى زورج باش هكدا ندير ميني بورك يجو صغير جاب زاف شباب وبرزنتابل سختو مع هاد الحشو كشغل ايبان حاجة دخرة مش يقع بورك دونك اول حاجة نحطو هاداك الخاليط تاع البيض والفرماج هما اللولانيين من بعد نحطو فوقهم لتخانش تاع طوماتيش على بيها قتلكم طوماتيش لازم تقطعوها في اخر لحظة باش هكدا ما تكوش تطلق الماء بسك هاد البورك يتلويوه وتخلوه لطن اللي تقليوه وكانت تكون طوماتيش مشمخة تطلق المادية لها وتشمخ الديول ومن جيها على بيها قتلكم لازمكم بديول تاع هادوك اللي يجو امبالي بسك هادوك يشدو شوية ما يتشمخوش بالخف ماشي كما هادوك اللي يجو مخدومين في الدار دونك هادو هما النصائح لنمدلكم وكاينة حاجتان هاد البورك ميليقش ايبات هكدا ملوي لازم كي تخدم ماكسيم عم ساعة عازو تسوايا تقليوه متخلوش يطول بزاف بسكو الطوماتيش قد ما تقعد حتطلق المادية لها ووالا وبينسور تقدروا تديرو حبات كبار وهكدا ان جنرال انا نديرو كبير برك كي جيت نصور جيتني الفكرة باش قدرتو ميني بوراك سيختو كي لقيت هادوك ديول كاغي بزاف ساعدوني كي قطعت الورقة على زوج هكدا وكانت الورقة كبيرة ووالا تاني كنت زدت فخوماج فندو تاع المثلاتات يزيد في البنة وكل واحد يزيد المكونات اللي احب بالصح ما ننصحكمش تنحو المكونات الرئيسية اللي هي البيض المغلي الفخوماج والطوماتيش هادك هو الشرم ديالو ونجوز ونقليو البوراك ديالنا الحاجة اللولا ساخنو الزيت مليح من بعد نقصلو شوية وحطو البوراك نبدو نقلوه هاد البوراك نقلوها على نار شوية قليلة علاش باش هادك الطوماتيش ديالداخل الطيب بيان تدبال ويلحق هالزيت وتجيك شغل مقلية هاده هي الطريقة كيفاش نقليوه ووالا كان هنا هاده انا يدي من البوراك نقطرو بهاد الطريقة ندير كسكاس عادي نحط فيه بابيه ابسوربون هاده الورق الماس ونحط البوراك هاده بطريقة هاده يكون واقف باش هاده الزيت لي فيه كامل يقطر هاده هاده هي ويكون البوراك ديالنا واجد دونك ان شاء الله تكونوا عجبتكم هاده الطريقة قولوا لي في التعليقات اذا كينا فيكم واحدة تعرف هاده لاغوسات ولا لا لا وان شاء الله تجربوها ننصحكم تجربوها وما ما جربتو هاجدوها خلوا هاد الوصفة لرمضان ان شاء الله راح تفيدكم بزاف اه يجي البنة ديالو بزاف هايل انا يا زمان قبل ما نجربو كيشت هاد المكونات قلت هذا ما راح يكون غير تكتوكا داخل ديول ما فينا المو نون البنة ديالو مبدلة وهايلة ويبان لكم ما فيش كامل مكونات بالصح كي جربو ورجعو للخبر دونك هادي هي لاغوساتة اليومة اه ان شاء الله تكون عجبتكم طلبتوا مني وصفات مالحين ان شاء الله من نوع جاي النوع لكم بين المالح وليغاتو وإلى عندكم اقتراح حتى وصفات راكم حابين تشوفوهم من عندي خلوا لي في التعليقات ان شاء الله كامل ندير لكم وش راكم حابين اه نتلاقاوا في الوصفة الجاية ان شاء الله